لائحة تضم 36 مادة وضعت في 31 صفحة هي مسودة أصدرتها هيئة الإعلام والاتصالات أعادت للجدل إلى الساحة بعد أن تضمنت مفردات وفقرات وصفها مراقبون بالخطيرة وأخرى انطوت على عبارات فضفاضة يمكن استغلالها وتحريفها لتقييد الحريات وتصفية الخصوم فضلا عن ازدواجية المعايير في تطبيقها بحيث تستهدف الفئات الضعيفة دون المتنفذة مراكز حقوقية عبرت عن خشيتها من استغلال حملة مكافحة المحتوى الهابط في تطويع القوانين والتعليمات للنيل من الصحفيين والمدونين وتقييد الحريات مؤكدة أن الغاية من اللائحة هي تكميم الأفواه لا سيما وإن أحدى الفقرات تتناول المنشورات التي تسيء قولا أو فعلا للعلاقات الدولية العراق مع محيطه الإقليمي ما يعني أن من ينتقد إيران ونفوذها في العراق سيتم الحكم عليه وفق منظور المحتوى الهابط ويشير القانونيون باستغراب إلى نص يتعلق في اللائحة بملاحقة أخبار تعتبرها الحكومة تهديدا لأمنها ونظامها السياسي وهذا يعني أن أي منشور يهدف إلى التظاهر يمكن أن يعتبر تهديدا من هذا المنظور ما يجعل اللائحة أشبه بحقل ألغام يمكن أن ينفجر على أي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي أو يعمل على محتوى الرقمي وبحسب ناشطين فإن لائحة هيئة الإعلام والاتصالات فتحت مشاكل جديدة وخصوصا فيما يتعلق بمنع تداول ما يعرف بالوثائق الرسمية المسربة أو الاعتراض على السلوك السياسي وملفات الفساد معتبرين أن استخدام كلمات مثل النية وخفية وضمنيا سيكون بوابة لمعاقبة الكثير من الأشخاص بدون سبب واضح وإنما وفق الاجتهادات شخصية وفي ظل ما يعيشه العراق من أزمات تسبب بها الأداء السياسي الهابط يقف العراقيون باندهاش أمام القوانين الجديدة التي لا تعالج أساس مشكلاتهم بل تشغلهم بمعارك جانبية وتجعل من توافه الأمور شغلهم الشاغل فالجميع متفق على ضرورة محاربة المحتوى الرقمي المخالف للآداب العامة لكن دون اتخاذ ذلك ذريعة لمصادرة حق الناس حتى بالشكوى من واقعهم ودون أن يتحول الأمر إلى منجز وهمي آخر يخفي وراءه جبال الفشل والفساد التي ينوء بحملها العراقيون